كريم وكارما شقيقان يفصل بينهما في الولادة دقائق قليلة فقط ورغم أن كارما سبقت أخاها كريم في الخروج من بطن أمها إلا أن كريم كان الأوفر حظاً أكثر اهتماماً وتدليلاً لا لشيء سوى أنه ذكر وكلما كبر الشقيقان يزداد التمييز بينهما في كل التفاصيل مع أن كريم لم يختر أن يكون ذكراً أو كما نسميه بالعمية ولد ولا كارما فضلت أن تكون أنثى أو بنت فالمفروض على كارما أن تهتم بدروسها وتساعد أمها في بيتها وأن تعد لكريم طعامه وشرابه وثيابه واحتياجاته واحتياجات باقي أفراد الأسرة وفي المقابل كريم هو سلطان زمانه أو على رأي إخوان المصريين الباشا كريم على سبيل المثال مسموح له أن يخرج من البيت في أي وقت يشاء وأن يسهر متى شاء وربما يبيت خارج البيت وربما يصل الأمر إلى ما هو أخطر من ذلك ربما يقيم كريم علاقات مع فتيات ويغرر بهن وربما يقع في فاحشة الزن والعياذ بالله فيتقبله المجتمع ويسوغون جريمته بأنها طيش شباب ربنا يهديه كل الشباب لها نزوات فلقد ترى أم أن إصلاحه يكون في تزويجه من فتاة صالحة من بيت شريف فيظلمون تلك الفتاة ولكن كارما لو فعلت تلك الفاحشة العظيمة والعياذ بالله قد تقتل من أخيها الذكر وتسمى عن تاجر مشهور في بلد عربي يعرفه التجار منذ عشرين سنة بأبي علا وأبو علا تزوج خمس مرات لينجب الذكر الذي سيحمل اسمه ويشاركه في تجارته فرسقه الله بسبع بنات أكبرهن علا التي يناديه الناس باسمها فجاء أعلن أبو علا أن اسمه أصبح أبا أحمد ولابد أن يناديه الناس بأبي أحمد لأنه رزق بالسي أحمد بعد عشرين عاما وخمس زوجات هكذا يحل أحمد مكان أخته الكبرى علا بكبسة زر لأنه الولد حامل بلاد وقاهر العباد هذه النظرة التفاضلية للذكور أخرجت لنا أجيالا من الذكور الكسالة الاتكاليين المعاقين فكريا الذين يعيشون في بيوتهم كأنهم في فندق يأمرون فيطاعون يطلبون فيخدمون لا يشاركون أبدا في أي شيء داخل البيت الذي يأويهم لأنها رأيت يوما نزيلا في فندق لنظف غرفته ومن هنا ظهر لنا مفهوم المجتمع الذكوري الذي يعني باختصار تمييز الذكر على الأنثى بأنه الأفضل وبالتالي يحق له كل شيء ولا يحق الأنثى أي شيء وهذا فكر خاطئ تماما يحمله بعض الذكور وبسبب فكرة المجتمع الذكوري الموجود بالفعل في مجتمعاتنا وشعور الأنثى بالظلم من هذا التمييز ضدها وكرد عليه ظهرت فكرة استقلالية المرأة التي تدعو لها الكثير من النساء والمنظمات والتي تعني بكل اختصار أن الأنثى أفضل من الذكر ويجب أن تمييز نفسها عنه يعني يجب أن تستقل عن الذكر في حياتها لدرجة قد تصل إلى كرهه والامتناع عن الارتباط به بالزواج وما يترتب عليه وهذا فكر خاطئ تماما أيضا تحمله بعض الإناث لاحظ أن المفهومين خاطئين وهم جاءوا كرد على بعضهما وعليه كل ما يبنى عليهم من أفكار هي باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل صحيح يعني عندما تقولين أمام صديقاتك أو تكتب على الفيسبوك أنك امرأة مستقلة اعلمي أن معنى ما كتبت أنك امرأة تكره الذكور وتشعرين أنك أفضل منهم وأنك متميز عليهم وعليه لا ترغبين بفكرة الارتباط بهم وما يترتب عليه من زواج وتربية وإنجاب وأسرة لا يعني ما كتبت أنك امرأة قوية أو عالمة أو عاملة كما تعتقد أغلب الفتيات مع الأسف كيحدة الفتيات التي علقت على الحلقة السابقة تقول أنصحكم يا فتيات ألا تتزوجوا الزواج عبارة عن إعداد طعام للذكة وترتيب ملابسهم وإنجاب الأطفال وتربيتهم يعني باختصار ستكونين خادمة له لا أريد فكرة الزواج أساسا هنا نقف قليلا ونحلل كلامها بداية الذكر الذي سيجعل زوجتها خادمة في بيته ويعاملها بالطريقة التي قلتيها هو باختصار يعتقد أنه أفضل منها يعني يؤمن بفكرة المجتمع الذكوري والتي ترفض فكرة الزواج وتكره الذكور هي تعتقد أنها أفضل منهم وتؤمن بفكرة استقلالية المرأة وكلاهما أفكار خاطئة ليس لها علاقة بأخلاق الشاب وشابة المسلمة وبسبب عدم رؤية الصورة بشكل واضح أصبحنا نرى بعض الإناث تعتقد أن كل الذكور مثل الذكر الذي أهانها وأصبحنا نرى بعض الذكور تعتقد أن كل الإناث عار ويجب أن يبقوا مختبئين في المنزل وهذا بسبب إيمان كل واحد منهم بإحدى الفكرتين المشكلة هي عندما يحاول إقناعك كل واحد منهم بفكرته باعتبارها أنها هي الصحيحة أنه أنا مثلا بيشتغل وعندي مصاريفة وما بيعازل رجال واحتياجاتي الجنسية لكن لو أنتحت لكها على الآخر أنا حرة فيها أنا بيني وبين ربي وبين إحساسي حرة لا أنت ولا أي رجال مثلك ومثل أمثالك حيبيعوا المرأة انت بالأهل ستصل لمرحلة مثل هذه وهذا والله كلام لا يقبله مسلم سوي على نفسه وأهله فلا أعرف عن حاملات هذا الفكر من الفتيات التي يتابعنني هل تقبلنا هذا الكلام على أنفسكنا كما لاحظ في التعليقات السلبية على الحلقة الماضية استقلالية المرأة لا تعني يا عزيزتي أنك إمرأة قوية عالمة ومتعلمة لأن هذه صفات بنت الناس الأكابر بل تعني أنك إمرأة من صفات الفكر الذي سمعتيه من تلك الإمرأة المستقلة المتحررة المهم اقتنعت بعض الفتيات بما قلنا وقالوا نحن لم نعد نكره الذكور ولا نريد الاستقلالية عن الذكور نريد أن نبني علاقة حب وود بيننا نريد أن نكون أسرة جميلة ونعيش حياة جميلة مع بعضنا البعض ولكن لدينا شرط واحد فقط هو أن تكون هناك مساواة تامة بيننا وبينهم يعني بدل ما نعتقد أننا أفضل من بعضنا البعض تكون مساواة تامة بيننا وهكذا نعيش حياة متساوية وحلة المشكلة لاحظ وركز فكرة المساواة تامة من أين جاءت وتذكر أن ما بني على باطل فهو أكمل نعم باطل لأن فكرة المجتمع الذكوري واستقلالية المرأة أساسا أفكار باطلة وما يبنى عليها من أفكار هي أيضا باطلة فمحاولة استفاء الذكر والأنثى في كل نواحي الحياة أمر لا يمكن تحقيقها لأن الفوارق بين النوعين كونا وقدرا تمنع من حدود ذلك فالاختلافات في الخلقة والتكوين والصوت والهيئة لا تنكر فإذا كان هناك بالفعل فروقات جسدية فهذا يعني أنه من الطبيعي أن يكون هناك فروقات في الأحكام والرسالة التي يجب أن يؤديها كل واحد منهم في حياته وعليه يوجد اختلافات في الأحكام التي شرعها الله عز وجل فالأنثى تحتاج لولي في الزواج والرجل لا يحتاج القوامة للرجل وليست للأنثى الطلاق بيد الرجل وليس للأنثى إلى آخره وثمت فروقات في الدية والعقيقة والميراث وغيرها من الفروقات المعروفة في الفقه الإسلامي التي جاءت في تشريع رب العالمين ولسنا نخجل من وجودها بل نفخر بتشريعها وأن الله تعالى جعل الأنثى رسالة تختلف عن رسالة الذكر وجعل الذكر رسالة تختلف عن رسالة الأنثى هنا تعترض بعض الفتيات وتقول مدام ما في مساواة تما بيننا سنرجع لفكرة استقلالية المرأة ويقول الذكور نحن أيضا سنرجع لفكرة المجتمع الذكوري وتقول الأنثى أنا سأربي كلب وتبنى طفل بدل أن نجبه من ذلك الذكر المتخل ويقول الذكر أنا سأدفنهم في بيوتهم أحياء وسأجعلهم خادمات لي هنا نقف قليلا ونحب أن نخبر كلهما أن مشكلتكم الآن أصبحت مع رب العالمين القوي الجبار باعتراضكم على تشريعه مع أنه يوجد اختلافات بينكم في تكوينكم وأشكالكم والأحكام التي بينكم ولكن لا يوجد فرق بينكم في العبادات والتكليف والجزاء يعني سيحاسبكم الله عز وجل على أعمالكم ويكافئكم على أعمالكم أيضا لا على جنسكم هذا أمر عرفوه جيدا أخي الحبيب أختي الفاطلة الرجل المسلم ركز الرجل المسلم وليس الذكر يعامل زوجته كأنها ملكته وليست خادمته لأنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فتجده يراعي زوجته ويسعدها ويسعى إلى إرضائها ليس لضعف منه بل من باب المودة والرحمة فالزواج معجزة وآية من آيات الله عز وجل وهو يتفكر بهذه المعجزة الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الرجل المسلم يعامل زوجته كأنها مستشارته الأولى وسره الأمين لأنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يشاور نساءه كما حدث مع أم سلمة في غزوة الحديبية الرجل المسلم يحب أن تكون زوجته مرموقة عالية في نظر كل من حوله فيذكرها دائما بالخير ويثني عليها عند أهله وأهلها ولا يحرجها بكلمة سيئة أو يحطن قيمتها أمام أحد الرجل المسلم يتق الله في زوجته ويصبر على أي مشاكل تحدث بينهما بل ويحاول حلها بأفضل الطرق لأنه سمع قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم الرجل المسلم يعلم يقينا أن زوجته أمانة بين يديه ويجب أن يحافظ عليها رغما عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أما الزوجة المسلمة ركزي وليست الأنثى المستقلة الزوجة المسلمة تعامل زوجها أيضا كأنه ملكها فتحترمه وتقدره وتطيعه لأنها سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة أمنا يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها الزوجة المسلمة تحب أن يفخر بها زوجها ويباهي بها من حوله فتجدها تبدع في علمها وعملها ليفخر بها الزوجة المسلمة عند حدوث مشكلة بينها وبين زوجها تحرص على امتصاص غضبه فلا تقابله بغضب مثله لأنها تعلم أنها تزوجت رجلا مسلما وليس ذكرا في مفهوم المجتمع الذكوري نهاية أيها الأحبة إن من سيئات التربية العربية أنها تكيل بمكيالين ولا تدرك الكثير من الآباء والأمهات أن تفضيل الذكور على الإناث لا يتوقف أثره على حياة الفتيات فحسب بإنتاج مشروع أنثى متستقلة متحررة من كل أخلاق المرأة المسلمة ولكنه أيضا مشروع إنتاج طاغية صغير أو رجل متعجر في قاس القلب خصوصا على الضعفاء والمساكين ولا أعجب فهو تربى على ذلك ولكن أعيدها وأكررها ما بني على باطل فهو باطل فلا فكرة المجتمع الذكوري ولا استقرالية المرأة أفكار تمد الإسلام بصلة في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به وإذنتم في أمان الله